رضينات الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أخذ الفوائد الربوية ثم إعطاؤها للفقراء أو صرفها في المرافق العامة لا يجوز أخذها لكن من تاب من الربا وعنده مال مجتمع من الربا يتخلص منه يضع في مشروع النافع يعطيه محتاجين لا بس من باب التخلص من باب الصدقة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة